نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية وأكد أن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن هي وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق وأوضح المركز أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية المعنية بالخدمات الحكومية الرقمية ولا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرودي تلك التطبيقات